تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سكر عادة من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات والصاعقة للإتمئنان على سير العملية التدريبية لمقاتل القوات الخاصة ونقل وزير الدفاع تحيات وتقدير رئيس عبد الفتاح سيسي لرجال القوات المظلات والصاعقة مشيرا إلى أن القوات الخاصة هم أحد الأضرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدراتها القتالية في حماية ركائز الأمن القومي المصري تفقد الفريق أول عبد المجيد سكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات والصاعقة للإتمئنان على سير العملية التدريبية لمقاتل القوات الخاصة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصلي عن قيادة قوات المظلات وما تحويه من وحدات قتالية وأماكن تدريبية تخصصية وقام بالمرور على ميدان الاقتحام الجوي وجناح القفز وكذا الأنشطة التدريبية التي تنفذ داخل عمود الهواء والذي يحاكي التدريب الواقعي لمقاتل قوات المظلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قد قيادة قوات الصائقة وما تضمه من مجمع لما يدين التدريب القتالي المزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل القتالي وكذا المرور على مدرسة الصائقة وقام بافتتاح إحدى المنشآت التدريبية بقيادة قوات الصائقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلة نهار بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن منشيرا إلى الدعم المستمر الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليكونوا على أتم الاستعداد للوفاء بالمهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال قوات المظلات والصائقة مشيرا إلى أن القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدراتها القتالية في حماية ركائز الأمن القومي المصري مؤكدا أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته وطلب القائد العام للقوات المسلحة مقاتل القوات الخاصة بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب الواقعي والجاد والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية